الدكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان مؤسس مركز برايتي للأسنان عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان موسيقى 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 المؤسس لمركز برايتي للأسنان عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم لتسمى المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلا بك دكتور عبدالله زيكا دكتور عيمان منوورني انت أكتر الله نفسي يعني معاناة الناس على الكاميرات وزاي تحولوا وصف طب الأسنان احنا بنحاول نعمل ده يعني انت بتحاول تعيش الإحساس دي صح احنا بنحاول كل مرة لما بنيجي نتكلم ان احنا انت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الأسنان أكتر ما بنتكلم على الحالة النفسية وشكل العام للبيشنت مش بتكلم بس على السنان انت هتلاقيني بتكلم على تأثير السنان في الشكل العام في سنه في حالته النفسية في كل حاجة الموضوع ما بقاش أسنان بس أنا بقيت مسؤول ان انا خليه الناس شكلها كله حلو الناس نفسيتها كلها مبسوطة انا دلوقتي ما بقيتش مسؤول ان حد موجوعه يخف دي ابسط حاجة انا دلوقتي مسؤول ان انت عندك مشكلة ما وانت بتضحك مثلا بتحط ايدك على بقر مش عارف تاكل كويس عندك مشاكل في الثقة في النفس عشان شكل ابتسمتك انا دلوقتي ده الاكتر حاجة شغلة بقى لي ان انا عالج الموضوع ده بس فما بقناش نركز اوي على الاسنان في اللقاءات بقى نركز على الفيس ككل او ده الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ان انا منركز على شكل العام للعيان هل تجميل الاسنان قدر يتحكم في سن الانسان ده تجميل الاسنان هو اهم عامل في تحديد سن الانسان ليه انت دلوقتي اه الوش بتاع الانسان ده متقسم بتلات اجزاء جزء اللي فوق وجزء التاني والجزء الاخير اخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الانسان يعني القورة مع السن حجمها مش بيصغر اه المسافة من العين للبق حجمهم مش بيصغر ايه المسافة اللي بتصغر او بتتأثر هي المسافة اللي من الشفايف لحد الدقن اللي تحت دي اللي موجود فيها ايه الفكين والاسنان فايزا مع تقدم العمر ايه اللي بيحصل الاسنان بتتاكل العظم بيتتاكل بيبان الانسان اكبر في السن احنا مثلا لو شفنا حالة زي دي الحالة دي انت من النظرة الاولى كده تديها كم سنة او تديها ان هي في سنة قد ايه خمسين خمسين ده بالزبط عندها واحد وخمسين سنة طيب انا الحالة دي الحالة دي لها قصة والحالة دي جات العيادة اه كانت عند دكتور قابلي بتاع اسنان بص بقى الخطة العلاجية اللي قالها لها ايه قالها انت بصي شايفها الحالة دي مبدئيا نتكلم عن الاسنان وبعدين نتكلم على الوش كله مبدئيا كده ناحية اليمين في سنتين طرعين فوق قوي وناحية الشمال ما فيش طب ده اصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكلة لما يبقى في ناحية واحدة مشكلة بيبقى اصعب ان انا اصبط الناحية التانية لو الاتنين فيه مشكلة بسيطة بالزبط اللي هي شمال العيان بالزبط تمام دي القصة الدكتور بقى هي راحت لدكتور ايه اسنان مراحتش لدكتور ايه تجميل اسنان قال لها ايه احنا هنخلع السنتين دول ونزرع عضب وبعد زراعة العضب نزرع اسنان وبعد زراعة الاسنان نركب اسنان طب البروسيدير دي اول الخطة العلاجية دي هتكلف البيشنط فلوس قد ايه وقت قد ايه يعني هي عندها مثلا واحد وخمسين سنة هي هتعد في القصة الخطة العلاجية اللي هو الهلها دي حوالي سنتين يعني انت متخيل اللي راح تجمل اسنانك تجميلها وانت راح وانت عندك واحد وخمسين سنة تستلم الشغل وانت عندك 53 سنة انت متخيل الكارسة اللي هي فيها هيوقعتها سنتين بالزبط هتزرع عضم هو الخطة اللي هو قالها لها هتزرعي عضم بعد ما تزرعي عضم هتزرعي أسنان هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دور هتزرعي أسنان بعد زراعة الأسنان نركب بقى نعمل التجميل طيب انا اول ما جات لي البيشن دي يعني دلوقتي بقت صاحبتنا صاحبة العيادة كلها عباها جدا يعني اول ما جات قلت لها بصي سيبك من أسنانك خالص انا دلوقتي عايزة صغارك عشر سنين قلت لي هتصغرني زي قلت لها انا هعملك smile design تصميم للابتسامة مع وشك كله لان انا اول ما شفتها لاحظت ان المسافة من مناخرها اللي دقناها صغرت شوية اذا لو انا كبرتها شوية لو طولت المسافة دي تاني هترجع تاني صغيرة في السن طب لو شفنا الصورة اللي بعدها ادي كده للبيشانت دي دي عملنا سنانها بس كده بس سيبك من الأسنان اه سيبك من الأسنان خالص ادي عمر للكلاينت دي او للبيشانت دي ستة وتلاتين سبعة وتلاتين ستة وتلاتين خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين طيب هل طب الشغل ده خد وقت دي ده اه بالفكر الجديد باللي انت بتحكي عليه ممكن قوي اسبوع أربع تيام حيل طيب أربع تيام تصغر في سنها عشر سنين بذلك خلي بانك وليه شوية فلع بقى كمان ما هو انا وديتها لدكتور لا عايزين الصورة اللي قبلها تانية قبلها تانية الصورة دي بص الحالة بص المسافة بين مناخرها ودقنها في الصورة اللي على الشمال والمسافة بين مناخرها ودقنها في الصورة اللي على اليمين هتعرف هي ازاي صغرت في السن عشر سنين أكتر من عشر سنين خمستاشر سنة إحنا زودنا لها طول أسنانها وخلنا لها المسافة كبيرة شوية فرجعت صغيرة في السن إحنا ما لمسناش الأسنان يعني بتتحيل على هي تيامل السنان اللي تحت بصمامش بينين تشايفهم وقلف دي وقلف دي بينين طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطة الأولانية عليه قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع وهنزرع عض مش عارفه إيه والكصص كبيرة وما كانش هيجمل هو أصلا بيبص على الأسنان المفروض تجميل الأسنان دلوقتي تجميل للعيان كله أنا ببص على الوش بتاع البيان السنان أمرها بسيط تجميل الأسنان ده بسيط جدا تجميل إن أنا صغر البيان في الوقت ده بالتركاية البسيطة دي هو ده اللي فرق احنا دلوقتي عادلنا لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني بص مثلا الصورة من الجنب دخل ده شكلها من الجنب بص المسافة من مناخرها ودقناها اللي تحت قريبة قريبة جدا جدا ليه بقى ده حصل مع تقدم العمر السنان بتأسر والعظم بيتتاك طيب احنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي بص كده بص المسافة كبرت ازاي بص ده طولت ده بيدي الوش شكل بيضاوي بتاع الشباب بزبط اللي هو بقى بيطول الوش شوية بزبط كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مسلس مقلوب لتحت بالزبط كل ما الاسن يبان أزغر بص الفرق بين الصورة اللي علمين وعالشمال أنا مش عايز الناس تبص على الأسنان أصلي أنا عايز الناس تبص على سن الكلينت دي أو سن البيشنت دي سنها صغر 15 سنة بحاجة بسيطة قوي تطويل حجم الأسنان طبعا ده حاجة مدروسة على وشها يعني لطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقيه ماشي مع الشفة اللي تحت كل حاجة مظبوطة يعني مش معمول أي طول وخلاص يسلم الفيلر بقى مع الحالة دي مع الفيلر فوق وتحت هترجع الثلاثين هترجع والله يا تنية هتبقى أقل من 35 هتبقى 35 بزبط الخطة بتاعتها فيها فيلر جاي الفيلر هي محتاجة فيلر طبعا فيلر بخلاص احنا السنان جميلة جدا الفيلر بقى عشان الوش كله نفسي ولواني ده صعب شوية في بعض الحالات بناقدر نعملها يعني شوف الوش ككل لأن هنا هيبنت شغلك أكتر لو كان الوش كله بقى بس الزبط بس هي طبعا يعني عشان برايب ستاحا ما جبناش للصورة يعني لو شفتنا بقى لو في قول لي لو في أنا عايز الصورة الأولانية خالص أول صورة أول صورة كانت بمشيج الهملة بالظبط نتكلم بقى في الأسنين احنا كل ده عمالين ايه نتكلم وبانسى انها دكتور أسنين احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شوية في الأسنين الحالة دي ايه مشكلتها مشكلتها ان الاسمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض يعني في حتة من فوق عالية ناحية اللاسة ومن تحت مفيش ناحية اليمين ناحية السنتين اللي في النص قصيرين شوية اليمين مظبوطين بس مش قوي انا اسهل لي جدا ان حالة تجيلي كلها بايزة بس متجيليش بسنة يعني جزء يمين بايز والشمال سليم انت عارف لو اليمين بايز والشمال بايز بسيطة الفكرة كلها والتركاية كلها ان انت تثبت حالة فيها يوني لتر اه شفت كده بالزبط وتثبتها ها دي القصة والالبيشن دي بقت صاحبتنا جد انا بس عايزك في الحالة من الجنب متصورة قبل من الجنب انا عايزك تقولي ايوة ايوة وصويرين جدا دول طرعين لفوق بسبب تاكل في العضل فهو الفكرة كلها اختيار دكتور الاسنان دي اول حالة اعرضها لك جاية لي من اول مرة من غير ما اعيدش شغل حد اه ده ده اول حالة اول حالة ماشا الله من ساعة ما اعطى اول حالة تجيلي على طول ماشا ترشي دي سنتر كويس بان حال ممكن يعني لو احنا الحالة دي احنا منبهة يعني جميلة جدا لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضية تانية قضية العلاج بالقطعة او بالجملة او الطاعي والجملة في ناس دلوقتي كتير ماشي باسلوب ان هو شخص نفسه ويجي يقولك انا عايز ماشي ليه دارسي اه سنتي واقع مش حالة في السنة دي ايه مكسورة شوية دي انا عايبي كله مشكلتي كلها في السنة دي انا هعرضلك حالة دلوقتي العيان ده فضل 18 سنة العين ده فضل 18 سنة يعالج سنينه الحالة دي هو بيعمل ايه سنة بايزة يروح يحشيها هو زهق من دكتور السنينه هو زهق من دكتور بقاله 17 او 18 سنة بيعالج اسنينه كل شوية حشوة طب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقت فوق حشو كله كل سنة محشية حشوة طب انا ليه اروح لدكتور اللي اسنين 17 سنة ليه؟ طب انا عارف الفرق يا دكتور ايمن بين لما تعمل عمرة للعربية كلها ولما كل شوية حاجة تبص تروح تصلحها حاجة تبص تروح تصلحها طب تعمل عمرة وتستمتع بيه الحالة دي لو شفنا الاسنين بعد هتلاقي الحالة دي اتعملت فاربع تيام بص الاسنين بعد اربع تيام بقى كده اربع تيام اربع تيام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية بيقول لي انا بتعالج بقى لي 17 سنة عمل عمرة الاسنين وكلها اربع تيام رجع كده هو زي من دكاترة الاسنين هو تعبير عمرة ده حلوة هتعمل اسنينك كلها مرة واحدة بطريقة مظبوطة الحاجات دي لها جرانتية ضمان مدى الحقيقة خلاص انت اي حاجة تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغلت ده عمل كراون طبعا عمل كراونز طبعا لان اسنان كلها حشوات اه طبعا اه طبعا ده عمل كراونز كل الاسنين فوق وتحت اه فاربع تيام هي الفكرة كلها في الوقت هو مش مصدق طبعا الوقت هو ما بيبقوش مصدقين بيقول لي انا رحت الدكتور الاسنين على مدار السبعتاشر سنة دول فوقل خمسين مرة هو الدرس بيقع بيحشي ويقع تاني طب اه فبيقول لي انت هتعملها في جلسة والتانية هتساق بقوله الدنيا الجديدة الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنين مرة واحدة مدى الحياة هي دي الفكرة كلها انا مش عايز اروح لدكتور الاسنين واجعية مرة والتانية بتستلم اربع تيام شكرا سلام عليكم روعة روعة وبعدين الجارانتي ياه بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياة مدى الحياة كراون يعيش بي وشوف الصورة بقى انا نتسي كنت شوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمة الاسنين ووشه كله بيختلف وحالته النفسية ايه طيب هو على فكرة جاي لنا من دولة خليجية ومش قايل لحد ان هو يعملهم ومش قايل لحد ان هو يعملهم يعني هو جاي لنا مصر بالسنين اللي فوق ومراوح لهم تاني بالسنين اللي تحت مش قايل لحد مش قايل لحد مش البلد ده مش هيعرفوه مش هيعرفوه والله يعني حد تاني خالص هيا الفكرة كلها في الطايمينج في الوقت اربعة يام هيا دي الفكرة دايما اقول جملة البس اعلى برندات البس احلى ساعات ايه اعمل احلى استشوار شعرك عملي ازاي سنانك لو مش حلوة كل ده راحة هي هي اللي في الوشها هي هي اللي في الوشها قولي بها السنان واللسة هل احنا ظلمين اللسة؟ هل المرض ظلمين اللسة؟ انا هقولك على سر اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر؟ اللسة تقبل اللسة للتركيبة اللي هو عاملها انا لو اللسة بتاعتي اتعملت لو الشغل بتاعي مظبوط اللسة هتتقبل مش بكلمك في اول عشر عشرين يوم بعد العلاج بكلمك على اللايف تايم انا لو اللسة بتاعتي تقبلت التركيبة اللي انا عاملها ابقى انا كيف دكتور شاطر الحالة دي عملت تجميل اسنان اللي في بوقها ده تجميل اسنان ليه اللي احنا بنكرره كل شوي راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت اللي هو بيحشلها درسها واللي هو بيخلع لها درسها قالت له جميل لي اسنان طيب عمل لها ايه هو ما عندوش خبرة ومش ملم بالتجميل فهم عامل يبارد الاسنان ومختار ماتيريا الغلط طب الماتيريا الغلط دي عملت ايه؟ خلت لون اللسة اسود طيب لون اللسة الاسود ده العينة جايب مش شعلي بس قابلي معلش الهاتة دي كالتاب صرحة ايه ماتيري الغلط مش فاهم يا ايه ماتيري الغلط ماتيري الغلط يعني خامة الاسنان المستخدمة في التجميل غير مناسبة للتجميل اشرح لي بقى الحتة دي بالراحة كده وعلى مالك التركيبة اللي راجبالها دي اسمها ايه؟ بورسلين البرسلين ده في حديد من جوا ولسة حد بيستخدم حاجات دي؟ لسة بيستخدمه انا عمري بقى انا دلوقتي مش بيستخدمه نهائي طبعا بس هو دلوقتي لسة بيستخدمه لو حد دكتور شوية كبير في السن هما طبعا على يعني عندهم خبرة وكل حاجة بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديدة مش بتبقى يعني مستخدمة كتير عندهم الفكرة كلها الحالة دي العينة انا عايز اقولك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قال لها ايه هعالج لك الحالة دي ازاي دكتور مشهور جدا الحالة راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل ده من عند دكتور مش فاهم اي حاجة في التجميل راحت عند دكتور تجميل يعني ايه عملت اللي عليه الدكتور التجميل قال لها ايه اولا انت محتاجة علاج للسة ايه علاج للسة ده عايز يشيل طبقة من اللسة هو فكرة ان اللون اللسود ده اللسة بقى لونها سود وميعرفش ان اللون اللسود ده لون التركيبة قال لها انت عايز علاج للسة علاج للسة ده بياخد وقت كبير جدا بياخد خمستاشر يوم بس بعدين نشيل السبب السبب هو التركيبة بالضبط هو قال لها انا علاج لك اللسة طيب انت دلوقتي هتشيل اللون ده على فكرة اللون ده مش مش اللون اللسة بتاعها مش اسود ده لون الحديد اللي داخل في اللسة هو اللي عكس السود ده طيب قال لك الدكتور الاولاني بوز لها الدنيا ماينفعش المادة دي خالص في التجميل الدكتور التاني حطت لها تريتمنت بلان غلط خطة علاجية غلط انا هبدأ باللسة وهشلك التركيبات دي وعملك حشو عصب فاسنانك كلها واركبلك تركيبات انا عايز بها اقول على معلومة لاي حد بيتفرج علينا لو دكتور اسنان قال لك اعمل حشو عصب او علاج جذور للتركيبات قبل ما تركب اعرف ان هو دكتور مش شاطر انا بعمل علاج عصب في الضرورة القصوى ماينفعش يا جماعة نعمل علاج للعصب قبل التركيبات لان ده بيأثر من حاجة ميتة وحاجة حقيقة انا لا اعطيش اكتر الحاجة اللي فيها روح ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضرورة لان الدكاء دلوقتي الناس بتستسل ثم عامل علاج عصب ركب الاسنان دي الحالة فوق وده الحالة بقى تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ما لمسناش اللاسة واللاسة رجعت طبيعية طالما شلت السبب شلت السبب انت مستخدم تركيبة مناسبة للتجميل تركيبة مناسبة للتجميل تركيبة مناسبة للتجميل بالضبط الحالة دي ما تلمسيتش اللاسة ما تلمسيتش عايزين نعمل حالة عنوانها خفايا عالم الماتيريال دي حالة هتبقى جميل نفسك فيها انت من زمان دي جدا ولكلك عليها قبل كده مرة بس دي على فكرة هتحرج ناس كتير هعملها لك الخامن اللي فوق دي اسمها بورسلين دي دي انا ما بقيتش استخدمها اصلا في الدروس الخلفية اتخيل بقى اللي هي مافيها حديد يعني قويا انا لو دكتور عندي ضمير انا هسألك سؤال سيباك من طب الاسنام لو أنت مركب سنة تركيبة أسنين أنت عايز التركيبة نفسها لو حصل مشكلة لو وقعت على وشك أو أي حاجة التركيبة نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جوة اللي تتكسر أنا عايز التركيبة اللي تتكسر أنا عايز سنتي اللي تحت اللي تفضل سليم فالناس بتعمل إيه؟ بتعمل تركيبة قوية قوي بحيث أن لو حصل أي مشكلة السنة اللي جوة تتكسر والتركيبة تفضل سليم يا سلام ان شفت التركيبة اللي فوق دي لو حصل اللي قدر الله أي حادثة للعينة ده حديد حديد الحديد هحصل له حاجة؟ لا ولا أي حاجة سنتها اللي جواه اللي هتتكسر طب يا فرحتي طبعاً كده هتترى للزرعة هترجع للدكتورة لو لو شفت التركيبة القوية إزاي وسليمة إزاي هي سنتك اللي تكسر مع أن أنا ببقى عامل تركيبة نفس قوة الأسنان بحيث إن لو حصل أي مشكلة أي حادثة حصلت أي خطة بنية أي حاجة أنا عايز التركيبة تكسر وغيرها لك ما عندش مشكلة بس مش عايز إن انت تكسر له حاجة دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي لأنه أصعب يجي يقولك أنا عايز تركيبة قوية لأ أنا بختار لك تركيبة نفس قوة أسنانك الفرق بين فوق وتحت حاجتين العيانة لها جزء 70% والدكتور 30% لأن الدكتور هو معلوماته كده الدكتور ده مش بيخم العيانة دي دكتور هو معلوماته كده عن التجميل فأنت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي وعبان ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل أنا عندي كل التخصصات أنا عندي علاج الجذور طبienne بعرف عملتنا عالج جذور هلأ أنا عامله؟ عمري ما هعمله عندي تخصص اللاسة معنا بعرف أجمل اللاسة هلأ أنا هجملها؟ عمري ما هجملها عندي كل التخصصات في العيادة كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط يعني فيه ناس كتير عندها بروز الأسنان ده في مصر إنا الحبيبة في الوطن العربي كتير عيوب جينية معرفش فيه حاجة يعني بتخلي البروز وفي العالم حقيقة البروز موجود بس هل البروز يتصلح بتقويم ولا يتصلح بتركيبات؟ أنا عايز أقولك معلومة ممكن تفيه الناس كتير قوي على فكرة بروز الأسنان بنسبة 70% سبب عدم وجود دروس خلفية لو دروسك اللي برا بايزة وانت بتاكل على سنانك اللي قدام حتى هما مش مهيئين ان انت تاكل عليهم هيقوموا طلعين لبره بتلاقي الحالة دايما جاية سنانها اللي فوق مرفرفة لبره واللي تحت مرفرفة لبره من غير ما أكشف عليها ولا أي حاجة بقولها انت ما عندكش دروس خلفية بتقول لي عرفت منين أقولها لان سنانك الرفرفة اللي هي فيها دي دي حد ما عندوش دروس خلفية طيب في خنقة مشهورة قوي بين دكاترة التجميل والتقويم انا جمل هو اللي عمل التقويم دكاترة التقويم يقولوا على دكاترة التجميل ايه اللي انت بتعمله ده باوز السنان اللي ربنا خلقها دكاترة التجميل يقولك يا عمي شكل السنة وحش شكل السنة انت هتقوم وفي الآخر هتطلع لبسنة وحش عايزين نفرق بين التقويم والتجميل التقويم نفس شكل أسناني لو هي سليمة بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي التجميل بغير شكل الأسنان طيب انا حالة زي اللي شغالة في الفيديو اللي فوق دي دي عندها بروس في الأسنان شكل السنانها وحش جدا عندها مشاكل كتير في الأسنان أسنانها دي كمان مش أسنانها دي حشو طب انا الحالة دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان هحفظ على الأسنان طب ما انا عمل من الأول تركيبات يعني انا ليه أدخل العيانة في تقويم مع أن هي سنانها بايزة يعني سنانها مش بايزة بس محتاجة شغل فيها حشو فيها بروز فيها اعوجات فيها شكل سنة نفسه طويل قوي طيب انا الحالة دي طب انا هعمل لها التقويم هيقعد سنة طب بعد السنة دي ما انا هركب تركيبات طب ما انا هركب تركيبات من الأول انا ليه هدخل العيان بتاعي ليه من كره الناس في دكاترة للأسنان مش انت بتلاقي حاجة مشهورة اوية انا بكرها ده كاترة السنين اول ما العين يخشيلي ده في قاعدة اكتر من ده كاترة السنين في ناس في قطاع كبير جدا في العالم كله اللي اقول له انا اكرها الاطباء اعرف هيك ده موجود في العالم مش موجود في مصر بس احنا اللي احنا اللي ويتكوت يعني كده بس ده كاترة السنين السنين اكتر طبعا انا ما بحق يعني الفكرة كلها ان ليه اضايقه ليه اعمله تقويم سنة ولا سنة ونص على فكرة من التقويم ده ما انت هتخلع له دروس بعد التقويم اركب لك تركيبات طب ليه ما انا ممكن اعلق لك بتركيبات من الاول بس دي في حالات موينة في حالات بروز الفك دي لازم تقويم انه حالات بروز اسنان بس والاسنان بايزة وشكلها محتاج يتعدل وفيها حشوات وعمل فيها علاج جزور طبعا انا اعملك تركيبات من الاول تجميل ده في 4 ايام الحالة دي في 4 ايام الحالة دي تتحسن في ده ايه ده بقى? ده مش عارف ده ايه. دي حالة عملت تجميل اسنان. تركيبات. تركيبات برا. اه. طبعا. اه دي جايلي فقدة الثقة في نفسها جدا. يعني بطريقة. يعني عشان ادحكها. عدنا مسلا نص ساعة عشان نخليها تتحق. دي عمل دي ايه على فكر. دي عاملة ده من اسبوعين. اهه. يعني. ده جديد لنج يعني. ده جديد لنج ده قبل بص اللازق في الفوق الاسنان. باين. اه. طيب. بص السنة الليمين والسنة الشمال. هو في حاجة غريبة جدا الدكتور عملها. ان هو حطي لها. شفت اللاسة الصناعية اللي فوق دي. انا مش عارف. عنهة الشمال. يعني ماشي انا يعني اه. بس انا بس السؤال هو استخدم ايه كراون ولا فنير. هو استخدم بريج يعني كبري. الفكرة كلها انا مش فاهم ايه سبب الحال دي تتعمل بالشكل ده. ملهاش سبب. احنا انا شفنا الصورة اللي بعدها. مفيش سنة زي التانية. طيب. اه. دي كده اعادة التجميل. مش انا بقولك كل الحالات اعادة التجميل. بص الحالة كده. احنا دلوقتي انا عايز الصورة اللي بعد كده. عايزين نتقرب شوي. بص كده. بص الحالة فوق والحالة تحت. ايه الفرق بينهم. اللي فوق ده دكتور اسنان. اللي تحت ده عندنا. دكتور تجميل اسنان. طيب. اللي فوق. لقى اللاسة بتبان. ما عملش اي حاجة زود لها لاسة في التركيبة. طيب ما اتطلع اللاسة دي الفوق. يعني شيل من اللاسة. خلي كل ده ما يبانش. خلي السنان السنتين اللي في النصة قد بعض. بص لشكل دحكة العينة اللي فوق وشكل دحكة العينة اللي تحت. هما الاتنين عينة واحدة. ايه الفرق بينهم. اللي فوق دي اصغر الملي تحت. اللي فوق دي اكبر من اللي تحت بقديه. عادت ايها اكبرș p10 سنين. مع ان هي هي العيانة. هي هي الاستمرأة. الفكرة كلها آآ وكلام ده تعمل في قد. يعني هي عالجة الكلام اللي فوق ده. في قديه. اللي هي عملت افوق ده. تلت شهور. تحت ده في اربعة تيام برضو. المرة الجاية فيه من اللي فاتيها توفتح المتيريا الخفاية هذا العالم. هفتح لك هذا الموضوع دي. المتيريا الخفاية هذا العالم. الحاجة ثانيا تقولي حقيقة الاصراعات اللي احنا بتشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الأسنان يعني عدم منطقيتها هتلاقي حوار وتراشق في الآخر على لا شيء يعني ده مش فاهمين ايه الورى الموضوع ايه الاسرار اللي وراء هل الاسرار ان انا عايز تشهر او اعمل نفس الشهرة ولا فعلا فيه خنائة ولا غيرها انا ما فيش خنائة يا سداد ما هو انا بقى مش هتقوله المرات يا تقوله المرة الجاية ده من ضمن انتظروا المرة الجاية حوار مشير الغاية مع ضيف العزيز دكتور عبدالله بتولي اخصي تجميل الاسنان والمؤسس لمراكز برايتي للاسنان وعضو جمعية الامريكية لتجميل الاسنان والمصمم اللي بتسمى المعتمد من البي دي سي بنجل تيرا بتنورني دايما وبتبهرني وبتسعيدني بهذا الحوار المرتفع جدا دايما حوار مختلف دايما حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة بل ان الاسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة في الناس الحلو